ما حكم أيضا من فعل ذنبا عظيما وهو في صغر سن هل يكفر عن هذا الذنب إذا كبر وكيف إذا كان لم يبلغ فإنه غير مكلف إذا كان لم يبلغ الحلم فإنه يعتبر غير مكلف وليس مسؤولا عن أفعاله قبل البلوغ وليس عليه كفارة إذا كان فعله يترتب عليه ضرار بأحد من إتلاف مال أو نفس أو جراحة فإنه يأخذ بمال الناس من الحقوق أما ما بينه وبين الله فإنه لا يأسم مدام أنه غير مكلف